هاي يا جماعة فيديو النهاردة هنتكلم عن الاستثمار الحقيقي وطرق مختلفة للاستثمار عشان نضمن الروح فيديو النهاردة هكلمكم عن الاستثمار في النفس الاستثمار في الوقت والاستثمار في الفلوس فيديو النهاردة هينسب كل الفئاس وانت كنت طالبة لسافة كلية فترة العشينات او التلاتينات او الاربعينات فيما فوق انا متأكدا ان الفيديو النهاردة هيفيدكو بجميع المجالات ناس كتيرة بتفتكر ان الاستثمار هو بس استثمار الفلوس ولكن الحقيقة الاستثمار اول حاجة هكلمكو عنها النهاردة الاستثمار في النفس هنخلي الفلوس دي اخر حاجة هنتكلم فيها. ليه اهم حاجة هو الاستثمار في النفس? كلنا بنخلص المدرسة بعد كنا بنروح الكلية سواء كتب كلية احلامنا او دخلنا كلية ما كانتش كلية احلامنا. بنتخرج بنشتغل الوظيفة المتاحة بالنسبة لنا عشان ناخد المبلغ الصغنان عشان بس نحس ان احنا بنشتغل وبنعمل حاجة وان احنا اسمينا الموظفة جاد او الدكتورة راحت او الدكتورة راحت او المهندسة راحت ولمهندسة راحت بنقبل اي وظيفة عشان بس مرتب نحس احساس ان احنا بدأنا ناخد فلوس يعني بقينا معتمدين على نفسنا. متى في حد ذات وحلو بس الفكرة ان الاستثمار انا جاي يكلمكم نواردة عن الاستثمار عشان تبدأوا من بدري لان ان انا عشان اكتشف الخطط والحاجات اللي انا جاي اقولها لكم النهاردة اخدت مني سنين كتيرة جدا عشان اقدر اعرف انا عايزة ايه واقدر اعرف ازاي استثمر صح وبالنسبة لي بصراحة الاستثمار في الفلوس كان من نسبة لي اسحل حاجة اصعب حاجة بالنسبة لي كان الاستثمار في النفس فانا هتكلم اول point دلوقتي هتكلم عن الاستثمار في النفس بعد ما تتخرج من كلية هتفضلي تدوري على الوظيفة حاولي على القدر الامكان على قد ما تقدري تختاري وظيفة في مجال انت بتحبيه حتى لو انت مش نفس الكلية اللي انت خرجة منها مش نفس المجال اللي انت متخرجة منه شوفي ايه هو الشغل بتاعك بتحبي ايه اكتر حاجة واشتغلي في المجال ده لان اهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي هو اكتساب الخبرة قبل الفلوس الفلوس هتاخدي كل مرتب كل شهر المرتب ده بدل ما تروحي اضايعي في الشبسي والبيبسي والشوكولاتات والجزمة والشنطة عشان تطقميها مع الطقم اللي بابا وماما دفعوا لك فلوسه عشان تشتريه عشان فلوس المرتب الوظيفة اللي انت مش تغلاها دلوقتي مش مكفي فالفلوس الصغنانة دي هنتكلم عنها هنتدخرها عشان نعمل بروجيكت هنتكلم عنه في اخر الحلقة بس دلوقتي انا جاي اتكلم اهم بوينت ان انت تستثمري في نفسك ازاي استثمر في نفسي اول وظيفة هتتقابلي فيها او هتحبي تشتغليها اتمنى ان هي يكون موظيفة احلامك حاجة انت بتكوني فعلا بتحبيها وعندك بيها لان هتكتسب خبرة كبيرة جدا في المجال ده اول حاجة مش بس اكتسب خبرة ومرتب اخر شهر كمان هتتعرفي على دايرة ناس وتكتسبي معارف وخبرة سواء من رئيسك في الشغل او من اصحابك اللي بقالهم سنين في نفس الشغلانة دي انا عايزك تكتسبي كل حاجة من الوظيفة دي من مرتب حتحوشي من التزال بموعيد دي حاجة خبرة لك اكتساب خبرة في المجال اللي انت شغال فيه وان انت توسعي دايرة المعارف بتاعتك ودي خطة مهمة جدا لانها هتفتح لك طرق كتيرة في المستعمل اول حاجة اول ما تستثمري في نفسك اول ما تتخرجي اول ما تشتغلي انا مش عايزك تنسي التعليم التعليم ده بنفضل نتعلم لغاية منموت انا لغاية دلوقتي لسه بدرس لغة لسه بتعلم في البزنس حاجات كتيرة جدا لسه باكبر البزنس بتاعي انا عشغالة كذا بزنس فباكبر وباكتسم مهارات جديدة عشان اكبر البزنس الخاص بي وبتعلم لغاية بتعلم حاجات كتيرة جدا في الحياة فانا مش عايزك تنسي فكرة التعليم دي خالص بس انا عايزك تبقى محددة بتتعلمي ايه فتتعلمي الحاجة اللي انت حطها في دماغك ان انت هتكملي فيها وتشتغل فيها مدى حياتك بالاضافة ان في مهارات تانية كتير جدا مش هتلاقيها طبع الحاجة اللي انت نمسك تشتغلي فيها زي الويندوز والاكسل والحاجات دي مهارات تكتسبها على الكمبيوتر اتعلمي اللغة وتكونيها اللغة الانجليزية مهمة جدا عندي اصحاب كتيرة جدا متخرجين من كليات مثلا صيدلة وبتشتغل مترجمة انجليزي او بتدرس انجلش اونلاين او اللغة يا جماعة مهمة جدا ان انت يكون عندك لغة وتقوليها وتنتقيها كويس وتكوني قوية فيها دي مصدر داخل كبير جدا اعلمنا الكمبيوتر اتعلمنا مهارات الكمبيوتر اتعلمنا لغة جديدة لازم اتعلم في المجال اللي انا شغالة فيه يعني ما تكتصديش بس ان انت اه انا شغالة من تمانية لغاية الساعة خمسة ما عادش عندي طاقة اعمل اي حاجة بعد خمسة لأ لازم تخصصي على الاقل مص ساعة كل يوم تتعلمي حاجة في المجال اللي انت شغالة فيه او في الحاجة ان انت ناوية تكملي فيها بالاضافة ان السوشال ميديا مهمة جدا للايام دي انا غاية دلوقتي بدرس السوشال ميديا وب بصراحة محيراني ومجنناني الانستجرام بتاعي مجننني لان كل اللي بيعمله فول ولاد وانا اساسا كل المواضيع اللي باتكلم عنها للبلادس مش عارفة ليه يعني ما علينا المهم لازم تكبري من مهاراتك طيب لو انتي معكيش فلوس ان انتي تروح تحضري كورس او ان انتي تتعلم الكورس انا بالنسبالي انا اول ما اتخركت كنت بروح احضر اه كورسات تبع النقابة النقابة بتاعتكت بتقدم كورسات كل اسبوع ببلاش او باسحار حاجة يعني عبيطة جدا جدا فالفلوس اللي انتي بتاخديها من المرتب اللي انتي بتاخديها من الوظيفة اللي انتي شغلاها او تستلي في حالة صغيرة من بابا وماما تتعلمي مهارة جديدة او كورس جديد يفتح لك دماغك يكبر لك دماغك زي ما قلنا وجودك وسط الناس في دائرة شغل ده بتكبر معارفك ومدركك بتكتسب خبراتك وتتعلمي من ده ومن ده وتسمعي من كل حد وتكتسبه وفي الاخر بتفلطري انتي عايزة تكمل في اي مجال لان كلنا للاسف معدي معظم الناس بتتخشوا كليات اساسا يعني معتمدة على المجموعة انتي بتبقيش عاربة انت عايزة اي للأصف الشباب العربي والذات وانا كنت واحدة منهم وانا كنت دخلك كلية انا كان مجموعي ودخلني كلية انا كنت عايزة اي اي احلامي اي 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 انا كنت عارفة لان بصراحة ما كانش فيه توجيه من الاهل انا كده امشي مع نفسي فكان مجموعي دخلني الكلية خلصت من الكلية شغلت وظيفة عملت شفت كارير شغلت وظيفة تانية عملت شفت كارير شغلت وظيفة تانية وتالت ورابع غيرت يا جماعة الكارير بتاع بتاع خمس ست مرات كل مرة قول لا مش هو ده وكل مرة أصرف وتعلم عشان أكبر نفسي في المجال واكتشف إنه مش ده اللي أنا حساه لغاية بعد سنين طويل عرفت أنا عايزة إيه وأنا بحب البزنس أنا دماغ كلها حلوة شغالة في الماركتنج والسوشيال ميديا فأنا هركز طاقتي في المجال ده فأنا جاي النهاردة أوفر عليك المشوار أديكي طريق مختصة للنجاح وإزاي تكسب الفلوس وإزاي تعملي البزنس الخاص بك أول حاجة قلنا تستثمري في نفسك تتعلمي 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 اكتسب كل حاجة حواليكي اعملي برنامج لنفسك كل أسبوع لازم تتعلمي حاجة جديدة مهارة جديدة حتى لو صغيرة كل يوم اعملي نص ساعة تتدرابي أو تتعلمي حاجة صغيرة من على الانترنت تتعلمي حاجة في المجال بتاعك سواء لغة سواء حاجة على الكمبيوتر سواء على السوشيال ميديا سواء في البزنس سواء في المجال بتاعك هو إيه لازم تتعلمي كل يوم حاجة عندك على اليوتيوب كورسات كتيرة جدا تقدري تتعلمي في كل حاجة نفسك فيها عندك اه اه او في يعني ويب سايتس كنا متخصصة في التعليم أونلاين انا كان عندي واحد زميل يا جماعة كان يعني هو عايش في القاهرة بس ما بين شغله وبيته تقريبا ساعتين في المواصلات فبيقول لي انا خلصت كورسات قدمي على في الطريق ده يعني خلصت مناهج في الساعتين دول وانتي في المواصلات وانتي في الطريق راح الشغل ورجع من الشغل اكتسب الوقت ده حطي كده سماعات الهيدفون بدل ما تسمعي أغاني حلموا ان انت تسمعي أغاني بس خليها مش دلوقتي احنا دلوقتي متخرجين احنا في التلاتينات فاتنا شوية في الاربعنات اتأخرنا شوية عايزين نعمل ايه الشغل الخاص بتاعنا فنتعلم حاجة اونلاين افتحوا اليوتيوب اشترك في كورس اونلاين اه اتعلمي حاجة شوفي انتي بتحبي ايه ويقوي نفسك فيه لو انتي عايزة تعملي بزنس خاص بيكي طبعا هتخشي على مجال يعني البزنس او الماركتين ده مهم جدا او حاجة في مجالك شوفي انت شغالة ايه او متخرجة من ايه وعايزة تقوي نفسك لازم كل يوم تقري في المجال بتاعك انا من الاشخاص اللي اتعلمت الكورس كامل عن المتجر الالكتروني ازاي يكون عندي ويبسايت وابيع علي حاجات كتير الكورس ده يعني ببلاش اخد مني وقت كتير يعني انا استثمارت في وقتي بس اتعلمت كل حاجة عن التجارة الالكترونية وفديتني كتير جدا ووسعت مدركي انا جاء النهاردة كلمكم عن الاستثمار الاستثمار ده يعني ايه استثمار استثمار دخالي انت كده وراح تجبتي بزرة دفعت فيها في البزرة دي شوية فلوس فانت بتستثمري في فلوسك البزرة دي رأس الرأس المال بتاعك او البزنس بتاعك كل يوم هتحتاجي اا تشربي البزرة دي وتعتني بيها والزباطي التربة حواليها والزباطي المناقضة ده المجهود الي انت بتبذليه على البزنس بتاعك هتستنىك شوية حلوين كدا شهرين تلاتة اربعة خمسة لغاية ما البزرة دي تبقى شجرة والشجرة تظل علي كسده الفكهة تقدر يتبعيها فانت لازم تكوني صدورة لازم تحطي مجهود تحطي رأس المال صغالا في اي حاجة لازم تبتديها لو انت عارس تعملي بزنس خاص بك البيزرة دي هي رأس المال بتاعك المجهود الكبير الي انت بتبذليه كل يوم بتشرابي البزن او مش شرط يكون مجود كبير حتى لو صغير بس يكون باستمرار ده اهم حاجة كل يوم تهتدي للبزر دي شوية وقت تعتني بيها وتشرابيها لغاية ما تبقى شرط بتبقى قوية ضد الرياح والعوامل الجوية وبعد كده تطلع لك الفواكه الفواكه دي تقدر يتبيعيها دي الفلوس اللي هتجيلك من تعبك والاستثمار والوقت ان انت بازلتي في المنشروع ده بلاس ان انت لازم برضو خطه كده جمال حاجات كده اتعلموها مني لازم يكون عندك اهداف قصيرة المدى واهداف طويلة المدى صراحة انا في الاول كنت بحط اهداف طويلة المدى فقط فكنت بحس بالاحباط كثير جدا لان اذا لسه فاضلتها لاتربع سنين لغاية الاهداف ممكن تقسميها اهداف شهرية اهداف كل ثلاث شهور اهداف كل ست شهور اهداف كل سنة اهداف كل سنتين اهداف كل تلاتة لازم يكون عندك نوت بوب كده ومقسمها وكل يوم تبزلي شوية مجهود لكل هدف هدف السغنن والهدف الاكبر في الاكبر في الاكبر فلازم اهدافك تكون قصيرة المدى ليه لازم يكون عندك اهداف قصيرة المدى ليه عشان تحس بالانجاز اه انا عندي هدف اخر الشهر على سبيل المثال اه اخس خمسة كيلو فكل يوم اه او يعني اخر الشهر قرب فكل يوم تتماشي اثنين كيلو تعملي عشر تلاف خطوة تاكلي سلطة اكتر بتبدأي بالشربة تاكلي بروتين هلسي مجرل وهكذا فلازم تحطي اهداف قصيرة المدى عشان تشجعي عشان كل هدف قصير المدى بتحقق اي دا يشجعك ان انت تكملي فما تحطيش هدف بعيد وتستاني ثلاث سنين فتحس ان انت نستي الهدف فلازم كل يوم يكون عندك هدف صغنة كل اسبوع عندك هدف اكبر شوية كل شهر اكبر في شوية لغاية اخر خمس سنين فحطي خطة شهرية خطة كل ثلاث شهور خطة كل ست شهور خطة سنوية خطة كل ثلاث سنين خطة كل خمس سنين لو انت نفسك يكون بزنس فلازم يكون عقلانيا هحتاج مسلا من سنة لسنتين عشان يكون عندي البزنس الخاص بيه طيب اعمل ايه ابتدي من دلوقتي اعمل سطور صغنة وابدأ اتعلم الماركتنج عشان اوزع او اكبر البزنس بتاعي فالبزنس بتاعي حيحتاج سنة او سنتين عشان يتعرف وينتشر تاني حاجة في الاستثمار هو استثمار وقتك يا جماعة الحياة قصيرة بس لازم تستغليها الاستغلال الامسل ما تضيعي السنين كتير جدا في الضيعة مش عارفة انتي جاية منين وراحة فين انا كنت الشخص ده بس انا كان نفسي ابقى حاجة كان نفسي احقى بس انا ظروفي قد صعبة وقد كنت ضيعة ما كنتش عارفة انا عايز اروح فين وابتدي منين ابتديت حياتي صح لما ابتديت استقلت بنفس الكوتكي اعمل تلك فيديو عن الاستقلال بالنفس في ظل مجتمع شرقي اتفرجوا عليه احطوكم اللينك في الديسكريبشن بوكس وهتلاقوه في البلاي لس بتاع الدردشة اول ما استقلت بنفسي حطك لنفسي خطة صحيان بدل كل يوم العب ساعة يوجد اروح اتمشى اروح اجيب مكونات الفطر بتاعتي اطبخ لنفسي وبعد كلا اي هو انا مش بتكلم على لايف ستايل انا بتكلم على خطة الخطة دي روتين تبقي ماشي عليه بشكل صحي يوصلك للهدف بتاعي لازم يكون عندك نوتبوك تكتبي كل حاجة بالتواريخ انا بغاية دلوقتي عندي نوتبوك بكتب كل حاجة بعملها في اليوم عشان يبقى عندي مورتيفيشن زي ما قلنا فيه اهداف صغنانة واهداف كبيرة او اهداف قصيرة المدى لازم كل يوم كلا قبل ما تنامت لان انت كل حاجة محققها اسحي بدري اكتبي افكارك اكتبي احلامك اكتبي انت راحة فين وهتبقي ايه وعايزة توصالي للفين اعملي مديتيشن حاولي ان انت تعملي مانيفستيشن تجذب الطاقات الايجابية لك ابعادي عن الناس السلبية ابعادي عن الناس السلبية زي ما قلنا اه بيئة العمل بتشجعك وبتجيب لك افكار وبتساعدك ان انت تتعرفي على الناس الناس دي تتكلم الناس سواء رئيسك في الشغل بيبقى عنده خبرة صبقة قبلك ممكن بتلاقيه بيقعد يتكلم معك وبيتدارتش معك وفيديكي اه فكرة يختصر عليك طريق يقولك ايه الاخطاء اللي هو عمالها في حياته فانت تتجنبيها تسألي اصحابك اللي بقى لهم سنين مشتغلين قبلك فانت تعرفي ايه الحاجات اللي هم عملوها غلط فتتفاديها فتعملي طريق مختصر لنفسك للنجاح وان انت توصلي الهدفك بس زي ما قلنا لازم نبعد عن الناس السلبية كل فترة والتانية كده روحي لناحية البيئة والطبيعة والخضار والزراء كده عادي مع نفسك استجمي لازم تشحني جسمة بالطاقة الكونية الحلوة دي بتاعت الشمس الصبح لازم تسحي بدري وتتمشي تحسي بالطبيعة بالخضار بالمية بالبحر تستمتعي بالجمال والطبيعة اللي ربنا خلق هنا دي كلها حاجات زي ما انت بتاكله وبتشربه وبتنامي عشان تغسي جسمك الروح كمان محتاجة غزة فانت بتغذيها ان انت تبعدي عن الناس السلبية تكتبي افكار الجورنال الجامعة دي حاجة يعني هي مش حاجة كده طرفهية هي حاجة اساسية للروح بتفضي كل حاجة جواجي تكتبي كل حاجة على الورقة لان لما بتشوفي احلامك اللي انت نفسك تحقق ايها مكتوبة على الورقة بتحس ان انت قادرة تحقق ايها سبحان الله العقل لما بيشوف يعني بيتخيل حاجة بيدي الجسمك الوردر بيامشي اتحرق ناحية الهدف ده لانه هو خلاص هو خد الوردر بس انت مش واضي بالك ان انت بديتين موخك الوردر لازم وقت كده تخصصي لنفسك اسمه مي تايم مي تايم ده اقعد كده اكلم نفسي اقعد اشوف انا عايز اعمل ايه اشوف ايه انا عملت وقلط اتفادى ايه الحاجات اللي مفوض يعني اابعد عنها ايه الحاجات اللي مفوض اتعلمها واكتسبها لازم في فترة كده تبقى اوفلاين اير بلين مود تبعادي عن التلفون تبعادي عن السوشال ميديا تبعادي عن عن التلفزيون تبعادي حتى عن الناس وتقولي مع نفسك كده تقولي احلاني وان تو سري انا نفسي احققها وهحققها وحققها في الفترة الفلانية انا قادر اعمل كل حاجة وقدر اكون نجحة وقدر احقق نفسي واستاهل النجاح استسميلي في شبابك استسميلي في صحتك دايما يا جماعة بنصحكم بالرياضة الرياضة بس مش عشان تخسي وتبقى فات وتعيش مدة اطول الرياضة بتحسن القدرة العقلية انا بصراحة بعد ما لعبت الرياضة انا بدأت الرياضة من بعد سنة 28 كنت اعملت لكم فيديو ازاي خسيت 20 كيلو هحطو لكم برضو اللينك في الديسكريبشن بوكس وهتلاقوه برضو على درداشة بنات السلسلة كلها هتفيدكو الرياضة مش بس خلتني اخسي 20 كيلو غيرتلي تفكيري خلتني انسانة قوية عندي ثقة بالنفس مليون المية الزكاء وصل للسقف احلامي وصلت للسماء فالرياضة مش بس حاجة كده بسدية لا ده عقلانية بتديكي كده باور بتسحن لما تسحي الصبح تلعبي رياضة وبتحسك كده ان اه انا قد اليوم ده انا هعمل انجازات كتيرة في اليوم ده الرياضة بنصحكو بيها ولما مش حبي تروح الجام معكش فلوس تدفعي اشتراك جام العبي يوجا في البيت اليوجا اكتر حاجة زبطتلي جسمي مع اني انا بقالي سنين بروح كل يوم جام بفرق نفسي بالجام اكتر حاجة زبطتلي جسمي اليوجا ودلوقت انا بدي كورسات اونلاين يوجا بعلم بدي سيشان يوجا اونلاين لو انت حابين تحجيزوا معي هتلاقوا انا مسايب الانك على الانستجرام بتاعي ممكن تحجيزوا معي السيشان ونوعا نتكلم وتدردش مع بعض لازم يكون عندك اعلاقات حلوة استثماري في العلاقات زي ما قلنا الوظيفة اللي بناخدها اول ما بنتخرج دي مش بس عشان المرتب وعشان ممسي اسمي راحة واسمي جاية وحس ان انا مهمة لأ قلنا ان هي تديني شوية فلوس بكتسب خبرة بلاس ان انا بتعرف على ناس الناس دي بيعرفوني خبرتهم السابقة فبتعلم بلاس ان الناس دي بتعرفني على ناس تانية وهكذا فبتلاقي ان الدنيا بتتفتح معيك وان الناس دي بتوفر عليك سنين كتيرة جدا لانهم ما بيدوكم من خبرتهم وانا دلوقتي بعمل كور وان تو وان بقعد اتكلم والدردش مع البنات بدلهم خبرتي بدلهم لايف ستايل الصح التمام اللي زي اللي بيقدروا يحققوا احلامه ويوصلوا لكمة الجبل عشان قلنا كمة الجبل فيها الناس النجحة فيها الاكسجين البيور فيها تحقيق الزات فيها الاحساس بالنجاح فيها الاحساس بالسعادة واهم حاجة فيه فلوس كتير اقري جيبي كتب كتير جدا لو انت حابة البيزنس وحابة يكون عندك بيزنس وفلوس وتكتب فلوس اقري في كتب الماركتنج وانا ارشح لك هتاب اسمه ريتش داد بوردا وسينجا انجرو ريتش دول احلى كتابين انا قريتهم في حياتي يا جماعة واتمنى ان انتو تقرؤوا هيغير لكم المنتاليتي وهيجيب لكم ويعني هيسعلكوا على افكار كثيرة جدا وهيحسسكوا بالطاقة الاجابية ان انتو تقدروا تحقق كل احلامكم ثالث جزء هنتكلم فيه هو الاستثمار في الفلوس وانا عارفة ان انتم مستنين النقطة دي ازاي استثمر فلوسي كلمنا واداينا مثال البزرة اللي باشتريها بفلوس صغيرة الفلوس دي اللي انا اكتسبتها من شغلانة اللي انا اشتغلتها بمرتب بسيط الفلوس دي اللي انا باخدها من شغلانة البسيطة بحوش 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 طيب بحوش ازاي بتدخل ازاي اول حاجة عشان استثمر في الفلوس لازم ادخل الادخار ده بيبتدي حتى يا سيتي لو انت لسه طالبة كله يا بابا بيديك المصروف المصروف اللي بابا بيديه لك استريش الجزء وحوشي حوشي يا جماعة انا بنصحكم يا بنان لازم تحوشوا والله ارش على ارش يعني فاكرين مسلسل لان اعيش في جلباب ابي كان معهوش اي حاجة كان بيحط الارش على الارش لغاية ما بقى بزنسمان كبير جدا انا عايزكم تعمله كده كنت عملت لكم حلقة عن لايف ستايل المنماليزم وازاي اللايف ستايل ده ساعدني ووفر لي فلوس يعني كتير جدا وعيشني حياة صحية وحسسني بالراحة وبالخفة وبالسعادة وبالبساطة ولغاية دلوقتي متابعة اللايف ستايل ده ما عنديش حوس ان انا اروح اشتري براندات واروح اضيع فلوسي في اللبس خليكي عقلة وزكية النجاح هو احلى براند ليكي داخل الفلوسي قلنا هنحوش ادخرنا حوشنا بطلنا شوبك بطلنا فرجة على التلفزيون والانترنت عشان الحاجات دي هي اللي بتغوينا ان احنا نشتري بطلنا احلامنا في البراندات وكنت عملت حلقة ازاي تجيبي براندات بافسعار بسيطة اضعوا لكم اللينك في ديسكريبشن بوكس وهتلاقي كل الفيديوهات دي موجود على بلاي لس درداشة بدلت ازاي استثمر في الفلوسي اول حاجة ان انت من اول ما قلنا تبديد يكون معاك فلوس حتى لو انت لسه طالبة بتحويش تحويش تحويش تقرطي على كل ارش تاني حاجة تقدر تشتغلي بموهبتك يعني اي انسان في الحقيقة عنده تلات حاجات او انت نما تتخرجي بالكلية بيبقى عندك الشهادة ممكن تقدر تشتغلي بالشهادة اول ما بتتخرجي بالكلية بتشتغلي وظيفة بسيطة على قد ان انت لسه متخرج جديد في الوقت ده مرضو يا جماعة يعني الشغلانة ان هي من تمانية لخمسة او لغاية اربعة بعد كده تقدر تشتغلي على مواهبك لو انت عندك اي هواية كروشي بتعملي منتجات بتبعيها لو انت عرفت تشتغلي بالفخار والسرمايك والحاجات كلها بتعملي مبجات بتبعيها لو انت يتعرف تعملي تحي cacht Wake اعمليها وبيعي Online لو انت اي مهارة تتعرف تعمليها شموع اعمله شموع وبعييها اشتغلي بموهبك قعد كده مع نفسك قولي ايه الهاجات اللي انا اعرف اعملها hand buy friendly وأقدر ابيحها او اشتغلي بحرفتك لو انت عندك حرفة بتقدر يتصلحي حاجة ممكن يعني مثلا برا في الدول الاجنبية ممكن تتخبطي على جارتك تقولي لها انا هنضاف لك الجنين او اللي هو هجز العشاب الاقصادي البيت وتاخدي فلوس اعبيلي دوك سيتنج اللي انت لو حد من قرائبك او من معارفك او الناس اللي حواليك عندهم حيوانات قليفة سعت بيحبوا يسافر خودي الحيوان او القطة بتاعتهم او الكلب بتاعتهم استضافيا او هم ممكن يقعدوك في البيت بتاعهم وتاخدي مقابلها فلوس اشتغلي بكل حرفة بكل مهارة تقدري تعمليها انا مثلا انا كنت اتكلمت عن الاستقلال اول مرة لما سافرت تروح تقعدت في بلد اسمها دهب دي موجودة في شرم الشيخ بدل ما اقجر بيت وادفع ايجار بيت واحدة اجنبية قالت لي اقعودي في بيتي وخلي بالك من حيواناتي الاليفة واقعودي في البيت بالعكس عشان انا كمان كنت بعلق لها الحيوانات بتاعتها فكت بتديني فلوس فانا كنت عايشة في البيت البيت بيتدفع كل الاجواء بيتدفع كهرباء انترنت مية كل حاجة بتدفعها انا باخد بالي من قططها بلاص ان هي بتديني فلوس عشان انا الدكتورة البيترية اللي بعلق لها الحيوانات بتاعتها في لما هم بيتعبوا او كده فكت مصدر دخل فانا اشتغلت بي شهدتي وكمان ان انا استغليت ان انا اقدر اقعد ببلاش وكمان تتفعلي فلوس كدكتورة فا اشتغلي بمهنتك اشتغلي بشهدتك اشتغلي بموهبتك او بالحرفة اللي انت بتقدري تعمليها سواء اي حرفة انت بتعرفي تصلحي حاجة بتعرفي يعني الحرفة دي شوية بتبقى ليجالي اي حاجة يعني سباكة نجارة ممكن لو بتعرف تعملي حاجات خشب صغنانة وتبيعيها اولايد اي حاجة فا اشتغلي وقت ما انت بتشتغلي بالشهادة بتاعتك اشتغلي بالموهبة بتاعتك اشتغلي بالحرفة بتاعتك اعملي منتجات صغيرة وبيعيها اولايد الناس بتحب الشغل الهند ميد والهند ميد يعني هو الاسف برا يعني ليه شنته ورنته باسعار خيالية بتلاقي تبقى عاملة خواتم واكسسورات وتتباع بدولارات كتيرة جدا احنا عندنا شوية كشعب عربي مش بنقدر شوية الهند ميد يعني دايما بروح اتجاه الاكل والشرب يعني بحط الفلوس في الحاجة دي بس زي ما قلنا الاضخار بنحط قرش على قرش عشان نكبر وهنكبر مش ولا حرفة ما عندي شوية موهبة ما عنديش اي حاجة انا مش عارفة مواهبي مش عارفة حرفتي يا ستي روحي بتحب الشرمن انا عرفاك يا اللي بتحب الشرمن روحي دوري على الحاجات اللي عليها افرات مش لحد روحي كده المحلات واشتري الحاجات اللي تحسيها مميزة وحلوة وجذابة ومش موجودة كتير اشتريها وقت الاوفر جمعيها وبيعيها اونلاين بسعر اللي تحبي يبقى كده مصدر دخلي مش هتحتاج مجهود كبير هتحتاجي بس تنزلي مرة في الاسبوع مرة كل الاسبوع هتشتري شوية منتجات انتي حاسة ان هي البنات بتحبها حاسها ترند جي بيها اشتريها خطيها في الاسطور بتاعك وعملي صفحة على الفيسبوك وبيعيها اونلاين وعملي بقى ماركتين من البزنس الصغنة بتاعك ده قولي لاصحابك والقرائبك والبند خالتك والجرانك والصحابك اللي في الشغل يعرفوا صحابهم التانين واهلهم ويبدأوا يشتريوا منك حاجة حلوة برضو انتي ايام الكلية شطرة في مادة معينة ممكن تقدري تدي كورسات في المادة دي انا مثلا لما اخرجت من الكلية اعملت خدت مجستير في البيو كيمستري ولما اخرجت قلت لك كنت باشتغل شغلانة واسيب وغير الكارير واشتغل شغلانة واسيب وغير الكارير عشان ما كنتش عارفة انا عايزة ايه كنت ضايعا يعني مش ضايعا عن معنى الكلمة بس ما كنتش عارفة اوصل للحاجة اللي انا ايه واو هي دي اللي انا عايزة ايه كان بيتي جامعة خاصة بدون ذكر اسماء الجامعة هي ايه الجامعة دي كانت جامعة لكليات العالمية كلية صيدلة واسنان علوم طبية وعلاق طبيعي ومادة البيو كيمستري موجودة في الاربع كليات دول فكت بتديهم كورسات بايو كيمستري لطلبة الجامعة وديه كانت من اكتر الحاجات اللي جريتلي فلوس كتير جدا نحوشت كنت حاسة ان انا ايه انا واو كنا انا قد حيلي لان انا كنت عاملة مجستير في الكيميا الحاوي وبدأت ادرس الطلبة والمادة دي مادة صعبة لطلاب الجامعة بشكل بشع في في الغالب بتبقى في السنة التانية للكلية يعني سواء هي علوم طبية ولا صيدلة ولا اسنان ولا صيدلة واسنان وعلاق طبيعي وعلوم طبية فهي في الغالب بتبقى في الثاني سنة وبتبقى مادة تقيلة قوي جدا على الطلبة انا كنت سبحان الله بحب مادة البيو كيمستري كنت شطرة فيها جدا وكان دايما تقديرات حتى من وانا صغيرة يعني في الساينس كنت انا شطرة في الكيميا كنت انا شطرة في كلية كنت انا شطرة واتخرجت وعملت منها اخدت اخدت مجستية في الكيميا الحاوي فبدأت ادرس طلاب الجامعة كيميا حاوي وكانت من اكتر حاجات اللي دخلت لي فلوس كتير جدا فانت زي ما قلنا وظفتك شاهدتك موهبتك حرفتك تقدري تعلمي اي حاجة انت بتعرفي تعمليها كويس ان شاء الله شغل هاتن ديميد ممكن تدي كويس انا شطرة في ايه الحاجات اللي انت شطرة فيها دي تقدر تشتغليها وتبيعيها للناس بفلوس سواء خبرة سواء تعليمية سواء حاجة مادية انت بتقدري تعمليها كان عني واحدة صاحبتي دي من الحاجات ان انا يعني ما اشتغلتش فيها بس كانت واحدة صاحبتي شطرة فيها جدا كانت تروح تشتري اي فلوس معها زيادة كانت بتروح تشري دهب وتخزنه وكل ما يكون معها فلوس تشري دهب وتخزنه لان الدهب اه يعني يعتبر من الحاجات اللي هي زي الاقارات زي زي كأنك بتشري بيت اسعاره بتديد مع الزمن فلو معاكي اكسترا فلوس دايماً حتيها في الدهب وخزنيها بس لو انت انا دايماً برشح الاستثمار الحاجات اللي هي فيها بزنس اه لان الدهب بيبقى فلوس بتتسبت وتتحوش وتتعامل وخلاص انا بحب راس المالي السيب عشان اقدر اوظفه واقدر اعمل بزنس والبزنس داي يجيبلي فلوس كل شهر والفلوس دي اقدر اصرف منها على نفسي وادلع نفسي ويأسس من الجزء منها اعمل بزنس تاني من الفترات كان عندي وقت فراغ من الساعة خمسة لغاية الساعة ثمانية مثلاً فكان عندي واحد زميلي عنده شركة تأجير اه درجات عجل بسكليتة فاحنا كشعب عربي يمكن في يعني حتة من البنت تسوق عجلة عيبة شوية مش متاحة معظم البلاد ما بتعرفش تسوق عجل على الرغم في اوروبا فالعجلة هي وسيلة المواصلات المفضلة الاولى لانها بتعتبر رياضية صحية بيئية مش مكلفة بتوفر فلوس اقتصادية جداً فاكتشفت ان في بنات كتير جداً ما بتعرفش تسوق عجل يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جداً لاني لما زميلي استألني قال لي انا عندي بنات كتير جداً نفسها تتعلم تسوق عجل تقدري تعلميهم استغربت ازاي يعني العجل دي حاجة يعني تدريب ادرب عجل المهم قلت له اوكي انا فاضية من الساعة خمسة وقت الساعة ثمانية اه هو عمل هو عنده بيئة كبيرة جداً لتأجيل العجل ورايدات العجل بتنزل كل جمع بيعملوا رايد كل جمع مسافات بالعجلة اه اه فقال ان انا هدرب اه عجل للبنات وصراحة انا كنتش متوقع كمية البنات اللي هتبعات لي عايزة تتعلم تتعلم تسوق عجلة هما كانوا فرحانين او ان المدربة بنت فانا بصراحة اول يوم روحته كنت بصراحة راح يعني بدحك انا قلت ايه خلص انا هروح كده ساعة اه قبل الجم بتاعي اه اروح اضرب تلات اربع بنات كده كلموني واتفقت معهم مع المعاد قلت له ماشي قعدت اضرب بعيداً عن تدريب العجل كمية الفرحة اللي البنات بتحسها بعد ما بتسوق العجلة ويجوا يحضنوني ويبسوني انتي حققتلنا حلم من احلام حياتنا ان احنا كان نفسينا نسوق عجلة اللي هو بجد يعني ده كان حلم كبير بالنسبة لكم فده اللي خلاني اكمل في الموضوع ان اضرب البنات على سوقت العجلة وبعد كده الموضوع كبير بدأت اطلع بيهم ريضات مسافات كبيرة بنعمل مثلا 20 كيلو 50 كيلو بالعجلة فتخيالي البنت ما كانش بتاعك تسوق خالص لغاية دلوقتي بتقدر تطلع ريضات مسافات طويلة فكانت بالنسبة لي مش بس فلوس ده قيمة انا كنت مساعد بناك كتير جدا بناكك بتجيلي تشتكيلي من الروتين والملل والشغل ان هي بتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا عشان مرتب السغنة هي بتبقى جاية التدريب مبسوطة وفرحانة بتحس ان هي بتعمل حاجة جديدة كنت دايما اشجحهم خلصي تدريب العجل ويحي تعلمي تدريب اي حاجة جديدة على طول اتعلمي حاجة جديدة تعلمي حاجة جديدة ممكن بعد كده الحاجة اللي انتي تتعلميها بعد كده تعلمان غير في مقابل مادي فكان دي من نسبة لي استثمار من نوع اخر ان انا كنت بساعد الناس بساعد بنان كتير جدا كان نفسوهم حلموا صغنن جدا بالنسبة لهم انهم ما يسوقوا عجلة ويطلعوا بيها على الكورنيش يعملوا مسافة كده بالعجلة يحسنوا من حياتهم الصحية زي ما قولنا الرياضة بتغير العقل للاحسن بتديك ثقة بالنفس بتحسسك كده بنفسك وان انتي قادرة تحقق كل حاجة في حياتك فالموضوع مش بس كان فلوس كان بالنسبة لي ان انا تعرفت على دايرة بنات كتير جدا اصحاب كتير جدا يعني كمية البنات اللي عملوا لي وفولو عشان العجل بصراحة زهلتني كنت مبسوطة بالاحسنية اول ما بتقدر تطلع بالعجلة كان بالنسبة لها يعني الساعات دا بتاعتها كان بالنسبة لي تريبل تلات اضعاف يعني ساعتي كانت تلات اضعافها من كتر الفرحة اللي انا سببتها لها وساعات تانية تحقق حلمها صراحة كانت من احلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي الحمد لله قدرت تحوش فيوس كتيرة جدا جدا من التدريب وسافرت تركيا بفلوس التدريب انتم مدخالين قعدت في تركيا شهر ونص من بس تدريب العجل بلاس ان انا عندي مصادر الدخل تانية بس من الحاجات اللي انا برضو معاملها في الاستثمار اللي بعمل كل مصدر الدخل محدد لحاجة معينة يعني مثلا انا الشغل بتاعي الفلوس بتاعته بتروح مثلا مثلا في جهة معينة الفلوس اللي بتجيلي من الكورسات بصرفها او بحوشها للاستثمار مدن حياة الفلوس اللي بتجيلي من تدريب العجل باروح مثلا اطلع بيها سفرية حلوة اسافر اتفسح ادلع نفسي اجيب اللي نفسي فيه فديم الحاجات اللي حلوة ولو مثلا في دماغك ان انت نفسك يعني تعملي حاجة ترفاهية جديدة فكري ازاي اعمل مصدر دخل رابع او خامس للحاجة دي وديم الحاجات برضو اللي جوزي اتذهل منها وفرح من يعني قال لي انت بتعليها ازاي بالمانيفستيشن يعني انا مسلا عايزة اسافر سفرية معينة اوكي بس لازم اجيب ليه فلوس مش هجيب ليه فلوس من الحاجات اللي اللي بتجيب لي فلوس دلوقتي لا اخترح حاجة بتجيب لي مصدر دخلي رابع او خامس او سادس عشان اعمل الحاجة دي اه زي ما قلنا العقل لما بطور مجيه على حاجة بيدي الصورة بيعمل برينت كده للاحظة الحاجة اللي انت متخيلها لجسمك ويضيره الوردل اللي هو يحقق او كان بيجيلي مصدر دخلي ثالث ورابع وخامس وسادس الحمدلله دلوقتي يعدي مصادر الدخلي متعددة فانا بالنسبالي مشكلة المادة الفلوس ما كانتش مشكلة خالصة حياتي كان دايما بيجيلي فلوس من جهات كتيرة عشان كنت انا فتحة زي ما بيقولوا القنوات الاستقبال زي ما انتو فاهمين زي ما انا يا فاهمين انا قصد ايه كنت فتحة عملة ما انبستيش انا عايزة فلوس اوكي بتجيلي فلوس عايزة احقق حلم فلاء كنت بحقق كل حاجة دي ياريت تتابعوا كل النصائح اللي انا قلتها لكم في فيديو النهاردة شوفوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة واكتبوا كل حاجة قلتلكوا عليها النهاردة لو حابين تعملوا معي كور وان توان تشحولي نظام حياتكم وحط معاكم برنامج خاص بيكي انتي لايفستيل صحي يوصلك للنجاح ويطلعك لفوق قمة الجبل مع الناجحين عشان تكسبي وتحقق نفسك وتسافي وتحسي بمتعة الحياة وان الحياة حلوة بالنجاح والاستثمار وانتي سعادة وانتي تتحفزي على صحتك وان انتي تفضلي مع ناس الايجابيين اللي هما بيقوموا موجودين فوق قمة الجبل لان قلنا قمة الجبل فيها الناس النجحة والناس النجحة دايما بتلاقيهم دايما توقتهم ايجابيا بيزقوكي لقدام بياخدوكي معهم لفوق هتلاقوني دايما حطة لينك الانستجرام في الدسكريبشن بوكس ياريت تعملوه ليفولو على الانستجرام تقدر تخشي على الانستجرام بعد كده هتلاقي فيه لينك على الانستجرام تقدر تحجيزي معي بكل وان توان اخر حاجة حابة اقولها ان الاستثمار اهم حاجة الاستثمار هو استثمار النفس استثمار فروحك لازم يكون عندك خطة هدف ولازم توصلي للنجاح لان النجاح هو اهم احساس واحل احساس في الحياة بعد طبعا الصحة والسعادة حاجة بنتكلمش فيهم بس ان انت تبقي انسانة ناجحة دي حاجة لازم تكون فيه اول اعتباراتك واهم حاجة وانا اعمل الفيديو ده عشان اعملك اختصال للطريق لسنين انا ضيعتها عشان اقدر اعرف انا عايزة ايه فانا بقولك من دلوقتي ايه طريق النجاح اكتبك كل حاجة قلتها في الفيديو ده النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكو ولو عجبكو ياريت تعملوه اشتراكو بالكناب وتشاير الفيديو لاصحبكو والبنات التانيين عشان يستبيدوه بالفيديو ولو عندك اي اسئلة اكتبوهاي بالكومنتر تحتو انا هارض عليك اشوفكو في الفيديو بديد باي باي